بعد مرور نحو ستة أشهر منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر الماضي لا يزال فيروس كورونا ينتشر وبسرعة ليتفشى في أغلب دول العالم دون وجود علاج أو لقاح ما يجعله أحد أخطر الفيروسات حتى اللحظة منظمة الصحة العالمية التي تقود حملة لتطوير لقاحات واختبارات وأدوية لمنع الإصابة بالمرض وصفة الفيروس بالمحير وقالت إنها تملك بعض العلاجات التي يبدو أنها تحد من شراسة وخطورة أو فترة الإصابة بالمرض لكن دون وجود لقاح أو مصل يقضي عليه نهائيا حتى الآن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ماريغريت هاريس أكدت أن المنظمة تملك بيانات إيجابية محتملة لكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والبيانات حول المضادات والفيروس لتحديد أفضل طرق العلاج هاريس لم تذكر في إفادتها تفاصيل العلاجات لكنها حذرت فيما يتعلق بتوقعات التوصل إلى لقاح وقالت إن هذا النوع من الفيروسات محير جدا بصفة عامة ومن الصعب إنتاج لقاحات له ويجري الآن تطوير أكثر من مائة لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد عدد منها في مراحل التجارب السريرية فيما تجاوز عدد المصابين بالمرض في مختلف أنحاء العالم حاجز الأربعة ملايين شخص كما حصد الفيروس أرواح أكثر من 280 ألف حالة اشتركوا في القناة